ما يريدون الأهل والاتحاد المصري من أنهم يدفعوا الطلب في وقت انتهت فيك جميع العجلة القانونية و جميع الأشياء ما هي حركة مرة أخرى لأرضاء الداخل أو ما يريدونه أعادي لم تسمعك إذا لم يمكن أن تطلق الميكرو لم تسمعك مرة أخرى و لم تسمعك عادي سأنتقل عمر إذا تصلح المشكلة التي لديك و من أن تصلح المشكلة تكلم معنا لتعرفك عمر نفس السؤال تفضل أن السؤال الحديث عن الاتحاد المصري و كذلك الأهلي ما هو في نظرك الفكرة التي يريدون الاتحاد والأهلي و ما هو الفكرة التي يريدون الاتحاد والأهلي أنهم يدرون هذه الخطوات التي يدفعوا طالب الترشي أنا ما ما فهمت إلا فقط انتصاص غضب الجماهية بحكمة لأنه غليان عام أرجاء يعني كرة القدم المصرية بعد الإعلان عن احتضار المباراة احتضار المغرب للمباراة النهائية تالف من أجل انتصاص غضب الجماهية التي يعني لم يرقها يعني أمر تصويت ممثل ااتحاد المصري لكرة القدم المغرب من أجل احتضار المباراة النهائية وبتالف من أجل امتصاص غضب الجماهية فالتحاد المصري يعني باشرة خطوات أولى من أجل تقدم بطلب احتضار المباراة النهائية مع أن الأجال محددة من أجل التوصل بملفات يعني تم استيفاء الأجال في وقت سابق وبتالف ما الغرض من هذا الأمر ما الغرض يعني تقدم بطلب مع العلم على أن حضور الفوز به منعادمة وبتالف لدواعي يعني واضحة جدا ألا وهي امتصاص غضب الجماهية الأهلوية فالتحاد المصري يعني يحاول عمل ما يمكن يعني عمله في مثل هكذا أمور وبتالف هذا كل ما في أمر أنث فمسؤول الاتحاد المصري يجب أن يكون أكثر في أي وقت مرضى لأنه لا مجل تغيير قضاء الكاف نعم عادي ما الآن سوف أنا مع أمري تسميني الآن وضح أبطل اليوم بللي يوم فقط صواب ديال ما هو هذا؟ صديقك لا لا ليس مشكلة مع الأسف أنا مع أمري كنت أظن أن الأهلي اللي نقرع لأنه سيد الأندي الأفريقية وهذا واقع ليس من ناحية النتائج وليس نكتب من ناحية الهيكلة كيف تدبر الأمور الداخلية ديال القريق ولكن مع الأسف لأول مرة في حياتي تشوف أنه فارق الأهلي تي مرص الشعبوية جديدا تسميته الشعبوية ولا يعني لا هناك مكان في العالم declaration فلأدج 브로د قisiert سيد الأهلي دائد لاي серь يو مارك آخر آجال هؤلاء م lots وجود 언 lain ونضع الطلب طلب وجود طلب هذا وفارق مرجعي دائما نشيد بالاحترافية للناس الأهلي والاحترافية للأدية المصرية لأننا نريد أن نريد أنها ليست مهيكالة وعلى الجامعة أصعيدة حضرت النادي الأهلي كل شخص يعملون وكان واحد احترافية لأنها تتعيش في فارق أوروبي ربح الباير ولكن بشرة مارس هذه الشعبوية وانتعرف أنها أمور حسيمة وانتعرف أن الاتحاد المصري هو الخطأ لأن الاتحاد المصري الجديد بدأ المهام 5 يناير 19 يناير جاء القرار مراصلة الكات لا تدركوا بالأقصة تدركوا على قصة كونفيدرالية لماذا لا أعطيت فرصة؟ لا تدركوا أي فارق لا تدركوا رغم أن الجميع لأن حتى اليوم حتى اليوم المغرب إلى خرج المغرب وقال لا تريد أن أعطيها أعطيها مصر لا يمكن أن نضم مصر مصر لا يمكن أن نضم لأنهم لا يمكن ملعب من المغرب لا يمكن أن نضم لأنهم أو 15 لا يمكن دواعي حياة على كورونا أو كثير أو دواعي أمنية لا يمكن أن يحضروا لهم لهم ومسألة عادية ولكن بجرة قلم لأنهم لا يمكن أن نتحدث كل أمور والذي تتكلمون الآن والذي تتكلمون عن اللوجيستيك وكيف يكون تنظيم وكيف يخصوص الدار وكيف يحويل وكيف يحويل تأتي لأول مرة في حياتي نرى فريق احترافي ومهيكل بشكل كبير في مرصة الشعبوية لأول مرة نعم هذه الإشكالات اليوم كما قلت أنه اليوم الاتحاد المصري الأهل المصري يوجهون ما يقومون به للداخل المصري وللاستهلاك الجماهيري لا أقل ولا أكثر فبالتالي هذا الأمر واضح وواضح جدا وليس أننا اليوم نقولها سوف نتحدث معنا أسامة على ما أظن لأننا نتحدث لأننا نتحدث لأننا نتحدث معنا أسامة أبن عبد الله هنا بعض الناس الذاكرة قصيرة نريد أن أسامة قال نفس الشيء على ما كان يقوله الأهلي لكن سبحان الله يأتي الناس قطعوا لا يريد أن يتحدث ويأتي ما يريد ويحاولون يقولون ما يريد فقط أو أقل أو أكثر لست هنا أمس لكن أنا هنا أتوضح الأمور لأن هذا نعطي برنامج أشياء لم تمر فيه هذا من مسؤوليتي عادة أنا أمس 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 شكرا أمس 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 سنكمل الحديث لأن يقول لك لأن ما يريد نضحك لأن ضحك لأن نضحك لا أنا أنا على لا لا وإن أي جمهورة من البركان الذي تبعناه ولكن لماذا يشتنى في البركان هذا دوود قناترا لماذا يشتنى في البركان في التيرال القديم الكبير الذين لا تعقلون على اسميتها تفرش في إبراسي وشابون وبوصحابة وفقول وفقول وشاوش قبل أن يمشون الكوكب واللعب الكبار والبيز وفقول وشاوش في البركان ويامات كان مونير والمدريب وكانت الفرقة الكبيرة هذه البركان التي تتشرفوا أنها في اليوم من الأيام تقوم بوصولها لا يوجد أي يوم يقول لي ما يكوني بركان طلعا في البركان يكفي أن دووزة من أحسن المواجبة التي تزوجتها في كورة مغربية هو حميد أبو وصحابة لا يريد أن يكوني بركان أنا طلعا في البركان وحضرت المباراة الكبيرة في البركان لأن فريق كان من غير من غير أنه من المنطقة كان فريق فورجاوي فيه اللاعبين كوائرية يد الصح لا يموتوا لصيلا بالفريق العالي وكانت حداهم أنا شفت البركان كيف كنت يعبوا الكورة موسيقى موسيقى